بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الواحدة الخمسة الموازنة المرنة وتحليل الانحرافات هنأخذ مثال على التحليل الثلاثي في التحليل الشامل لانحرافات التكاليف الإضافية تستخدم احدى المشاهد الصناعية نظام الموازنة المرنة في تخطيط ورقابة التكاليف الصناعية ولقد أمكن تجميع البيانات التالية عن بنود التكلفة ووحدات النشاط المستخدمة أول بند عندي 20 ألف ساعة اللي هي ساعات التشغيل المخططة اللي هي الطاقة العادية 17 ألف ساعة ساعات التشغيل اللازمة لإنتاج 6000 وحدة يبس 6000 وحدة دليل هي الإنتاج الفعلي وعندي 8000 ريال التكلفة السبتة المخططة 7 ريال معدل التحميل المتغير المعياري لكل ساعة التشغيل 6 ساعات الاحتياجات المعيارية الوحدة الإنتاج اللي هي ساعات معيارية للوحدة وعدي 288 ألف ريال التكلفة الإضافية الفعالية المطلوب تحليل انحرافات التكاليف الإضافية في ضوء الموازنة المرنة بطريقة التحليل الثلاثي حل المثال عايزين مرادة نحدد خمس حاجات أول حاجة تحديد معدلات التحميل معدل التحميل المتغير ده كان معطى بسبع ريال لو مش معطى ده قانونه معدل التحميل الثابت بنحسب تكاليف إضافية سابتة مخططة 8000 على مستوى النشاط اللي هي الطاقة العادية 20,000 يطلع 4 من 10 ريال لكل ساعة تاني حاجة التكاليف في ضوء الفعالية معطى متغيره سابتة مع بعض كانت معطى 280,000 تالت حاجة التكاليف لضفاء المعيارية المحملة المستوعبة اللي هي ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي في معدل تحميل متغير زائد ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي بس في معدل تحميل ثابت ونعود تعويض مباشر ستة في ستة لاف سبعة زائد ستة في ستة لاف اربعة من عشرة طلعت متين ستة وستين الف وربعمية رابع حاجة التكلفة المعيارية للمدخلات الموازنة المرنة مدخلات ساعات التشغيل الفعلي في معدل تحميل متغير زائد تكلفة سابتة مخططة نعود ساعات التشغيل الفعلي كتمعطى 17,000 في سبعة زائد 8000 لها السابتة المخططة لها السابتة المخططة طب نجمع يطلع 127,000 خامس حاجة تكلفة معيارية للمخرجات اللي هي ساعات معيارية للوحدة في الانتاج الفعلي في معدل تحميل متغير زائد السابتة المخططة ونعود ستة في ستة لاف سبعة زائد 8,000 اللي هي السابتة المخططة نصفها تطلع 260,000 طلعنا الخمس أشياء نحط بقى في اللي هي التحليل السلاسي الانحراف الإجمالي نعوض يبقى عند التكاليف الإضافية الفعالية كتمعطة بـ 280,000 ودي حسبناها الإضافية المعيارية المحملة المستوعبة 266,400 يطلع 13,600 يعني في غير صالح المنشأة ويحلل إلى انحراف الإنفاق الإضافية الفعالية كتمعطة بـ 28,000 والمعيارية للمدخلات حسبناها بـ 127,000 يبقى الفرق يطلع 153 موجب يعني في غير صالح المنشأة انحراف الكفاءة ثاني واحد اللي هي التكلفة المعيارية للمدخلات الفعالية ناقص التكلفة المعيارية للمخرجة يعني المدخلات ناقص مخرجات مدخلات ناقص مخرجات يبقى الفرق يطلع 133,000 يعني في صالح ثالث حاجة انحراف الحجم اللي هي التكلفة المعيارية للمخرجات ناقص التكلفة المعيارية المحملة نطبق تطلع 6400 بالسالح لو جمعنا الثلاثة دول مع بعض مجموعة الثلاثة دول مع بعض لازم يرجعني للانحراف الإجمالي اللي كنا حسبناه قبل كده طبعاً بجمع السوالب مع بعض واترحم من الموجب نشوف الكلام ده فيه شكل تمثيل البيانات في الشكل ده أنا عندي الأربع بنود اللي أنا متحددين عندي الفعالية والمدخلات والمخرجات والمحملة لو آخر اتنين خدنا الفرق بينهم يديك الانحراف الإجمالي آخر اتنين دولات اللي هنا واللي هنا اللي أول واحدة وآخر واحدة الانحراف الإجمالي 13600 في غير صالح موجب طب لو خدنا الفرق بين أول اتنين يطلع انحراف انفاق 153 موجب في غير صالح تابت تانية مع التالتة اللي هي مدخلات مع المخرجات انحراف كفاءة طلب السالب يبقى فيه صالح لو خدنا آخر اتنين انحراف الحجم 6400 بالسالب يبقى فيه صالح لاحظ بقى ملحوظة مهمة جدا طبعا مجموعة 3 دولات مع بعض يددك الحراف الإجمالي بس فيه نقطة مهمة جدا ان مجموعة لانحراف الانفاق مع الكفاءة دي اسمها انحرافات يمكن رقابتها ممكن نتحكم بيها كتطلع 20 ألف في غير صالح المنشأة يعني 135 بالموجب 135 ألف و133 بالسالب الفرق بينهم يطلع بالموجب 20 ألف يبقى فيه غير صالح لكن ده اللي هو الحجم ده انحراف لا يمكن رقابته ما نقدرش يتحكم فيه كان 6400 في صالح المنشأة